قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بزيارة تفقدية إلى مركز تصحيح أوراق الامتحانات الوطنية وذلك للإطلاع على عملية تصحيح أوراق الامتحانات الوطنية التي أجرتها الهيئة مؤخرا لطلبة الصف الثاني عشر بدأت هيئة جودة التعليم والتدريب رحلتها الزنوية في عملية تصحيح أوراق الامتحانات الوطنية في اللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى حل المشكلات وذلك بمشاركة 259 مصححا واختصاصيا على أن تنشر الهيئة نتائج الامتحانات الوطنية بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب واعتمادها من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الوطنية له دور كبير في تقييم أحد الأدوات لنتخدمها لتقييم أداء التعليم في البحرين لا أسمع من الأخوان والأخوات أن أشوف أننا طلبة مهتمين أكثر في الامتحانات الوطنية وهذه جدا مؤشر جيد ونشكر الأخوان والأخوات أيضا في وزاة تربة التعليم معنات أن الجهود المشتركة بين هيئة جودة التعليم والتدريب ووزاة تربة التعليم التوجيهات التي حصلها من اللجنة العالية لتطوير التعليم والتدريب قالت تصبح في الطريق الصحيح تطور الدرجات شيء مهم عشانا أن الاستثمارات التي تقوم فيها الدولة والحكومة لتطوير الكوادر البشري والموارد البشري للبحرين الامتحانات الوطنية تعتبر مؤشرا جيدا لقياس أداء النظام التعليمي في مملكة البحرين تقوم بها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لطلبة مدارس البحرين الحكومية والخاصة والتي تهدف إلى رفع كفاءتها وتحسين أدائها من خلال التقارير الصادرة عن نتائج هذه الامتحانات جودة التعليم والتدريب تقوم بالامتحانات الوطنية على مدى سنوات الآن وطبعا كأحدى مبادرات تطوير التعليم من أهم الأهداف هو تطوير العملية التعليمية فهي عندها عدة يعني من أول ما نقول مثلا الكوادر اللي معاي اللقمون بالتصحيح الآن هم تم بناء قدراتهم بحيث أنهما يكونون خبراء في هذه العملية طبعا عندنا خبراء كذلك في بناء الامتحانات عندنا الأهم يمكن من ذلك الجانب الآخر في المدارس نفسها بناء قدرات المدرسين وبناء قدرات الطلبة وهو الهدف الأسمى لكل هذه العملية طبعا الرؤية 2030 مبنية على أساس أن نحن تطوير الإنسان البحريني وجعله هو الخيار الأول في العمل في كل هذه الأمور فالأساس هو التعليم والتعليم والتعليم وهذا شيء طبعا تؤمن به القيادة الرشيدة حفظه الله والدعم الذي يحصل عليه جميع مبادرات تطوير التعليم في مملكة البحرين ومن ضمنهم الامتحانات الوطنية نحن اليوم من مركز التصحيح يساهمون ويانا وشاركم معانا تعريبا 260 مصححة ومصححة لامتحانات الصف الثاني عشر في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وحالة المشكلات فهذا لنا اللي هما المصححين يتم اختيارهم وفق المعايير معينة طبعا كلهم مصححين مؤهلين عندهم المؤهل التربوي والمؤهل العلمي وأهما أيضا ذات خبرة في المجال التربوي وأيضا حتى أغمى لديهم اللي هما الخبرة بعضهم في تصحيح الامتحانات الوطنية بالنسبة حق المصححين احنا نختارهم ونقسمهم في هيكلية معينة بحيث الشريحة الأكبر اللي أغمى المصححين نقسمهم إلى فرق كل فريق يا رئيسه قائد فريق وقائد الفريق يكون مسؤولين عنهم اللي أغمى رئيس التصحيح وطبعا هذه هيكلية احنا نطبقها حق جميع الأوراق لضمان عمليات اللي هي تنظيمية للامتحانات الوطنية وتصحيحها هذه الامتحانات يتم إجراؤها سنويا لمرحلة معينة من المرحل الدراسية تصمم وفق معايير دولية من حيث البناء والتنفيذ والتصحيح كما أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تخطع لفريق من المصححين المؤهلين تم اختيارهم بحسب تخصص المواد المشمولة في الامتحانات الوطنية وفق معايير محددة تم وضعها من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين